بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام أرجعت لكم غالياتي بفيديو جديد ووصفة رائعة جدا واللي هي زلبية البانان كما نعرفه رمضان يتمشى مع زلبية جبت لكم زلبية رائعة جدا أجبتها لكم بمقادير مضبوطة مقادير جد اقتصادية بدون بيض تتحصلوا على زلبية البانان جيكم مقرمشة من برا وطرية من داخل وتجيكم مع سلاحة للقلب ما تجيكم مش كامل مع الجناء يعني أي وحدة سيات الوصفة هذه من قبل وما نتحدش معاها هنقول لك حبيبتي تجربي وصفتي وعلى ضمانتي صدقيني مكيش كامل رايحة زيدي تشريها من برا نقول له بسم الله وعلى بركة الله في الرسيبيون تاعي وضعت هنا يا ثلث كيسان تاع الفارينا سعة الكاس 220 ميلي لتر الكاس دع أم وليد نديرو منه ثلث كيسان تاع الفارينا عندي هنا يا نص كاس تاع السميد ماذا بيكم تخيروا السميد ليكون أرطب وهذا هو السر باش تنجح معاكم زلبية البانانة ومات تفتحش معاكم في المقلاء يعني كاين بزاف وصفتي ديروهم غرب الفارينا ونقول لكم يعني ديرو هذا الإضافة تاع السميد صدقوني يعني جميع الحبات اللي راكم رايح انتقليهم وحالا رايح تتفتح معاك حبة درت هنا يا رشة مليحة تعمل حوالي نصف ملعقة صغيرة وهنا يا عندي فايت ربع الكاس تاع الزيت النباتية يعني أقل من نصف كاس واكثر شوية من ربع تاع الكاس اللي هو زيت نباتي نبدأ هنا يا بليدين نبدأ ونفتحوا في هذك يعني الزيت نبسط ومليح الفارينات عنا وسميد بهذاك الزيت كيما عليكم شوفوا كيما كنتم قولكم يعني كاين بزاف وصفت عميدينهم غير بالفارينا صدقوني هذوك الوصفت مشي نقولكم كامل مش ناجحين وإنما يعني كاين حبت ممكن بزاف يتفتحوا لكم في المقلاء جربوا هذا الوصفة وعلى ضمانتي خليتهم جانبا روحوا هنا يجيبوا كسرونها هكذا ولا مرميطة ولا ديروا زوش كيسان ونصف علما درتوا غير بالحانفية مباشرة يعني كملت في هذا الكاس مباشرة يعني كملت نعبر به درت هنا يا ملعقة متوسطة على العسل بالنسبة للعسل درت صنع منزلي كنت شاركت معكم الوصفة سابقا رهيب القناة ناجح مئة بالمئة اضفت هنا يا حوالي نصف ملعقة صغيرة لباطاغوم بذوق البانان يعني زلبية البانان نكوها بلوغوتا البانان واللي ما عندهاش لباطاغوم بذوق يعني الموزولة البانان دير يعني ملعقة صغيرة تعالفانيلا كذلك تعتك نتيجة رائعة اديت هذه المرميطة على النار حتى للغاليان يعني جسم مغلالي هذا نحيتها منع للنار جبتها هنا يا انفرغ مباشرة عليها هذاك يعني الخليط هذاك تعالفانيلا اللي كنا بسسناه سابقا هنا يا بالاستعانة منعقة خشبية نبدأ نحرك جيدا المكونات مع بعض حتى يعني تنطملي هذي كلابات نتحصل على عجينة تكون نوعا ما تتلاسق فكتشوفوا معايا هنا يا مباشرة نهبط هذي كلابات بتاعي على سطح العمل هكذا باش نزيد يعني بلي الدين حاولوا انه تتلم يعني هذي كلابات متاعنا باش نضملوا بلي المكونات كامل اندمجت مع بعض كما راكم نشوفوا هنا يا راها دافية يعني ما تحرككمش جيسرها هادافية يعني را حجيكم بزفها يلا يعني تقدروا تشكلها بكل سهولة هاي لكم هنا يا شوفوا هنا ما نشندلك فيها وإنما يعني نفتحها حكا فقط باش نضمن بلي كامل هذو كل مكونات ندمجوا مع بعض حتى نتحصل على لابات شوفوا هنا يا القوامة تحكفش جيكم بزفة طريب ونوعا ما شوية بركة تلاسق كما راكم تشوفوا نهاي لكم هنا يا بعض ما طميت هذيك لابات التاعي قسمت هنا يا العجيني على ثنين كما راكم تشوفوا جبت هنا يا لابات شوفوا هذو هذو لادوي نحب ديما يعني نوريلكم هكا نقربلكم الصورة باش حبت لي ما عنداش لادوي تحب دير يعني كابتير ديك خان يعني تجيك الحالة سهلة هنا يا للنصف تعلابات حطيتها فلابوش كما راكم تشوفوا وهنا يا النصف الثاني نغطيها ببابي فيلم حكا بشتضمنه يعني ميجيس هاش لهوا يعني وما تديش هذيك القشرة من فوق غلفوها مليح بلوا بابي فيلم وهنا يا مباشرة نروحون بوشي والزلابية البانان تعنا ولا نشكلوا هذو زلابية كما راكم تشوفوا نجيبو هنا يا بلاطو ونبدن بوشي بهذا طريقة يعني حاجة جد جد سهلة يعني كما كنتم تشوفوا وصفة رائعة جدا كم نحبوها نحن كجزائريين نحبو بز 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 بانواع تعزلابية وخصوصا يعني هذا النوع اللي هو زلابية البانان يعني مع شوقت كل الجزائريين وصفة رائعة جدا جبتها لكم يعني الوصفة الناجحة اللي نقول لك يا الحبيبة تجرب بها وعلى ضمانتي عراك يا رايحة تنجح فيها من اول تجربة وتولي الوصفة المعتمدة بالنسبة لك نبدن بوشيهم بهذا الطريقة بالنسبة للطول تعالى يعني زلابيتكم انتو ما تتحكموا في الطول الضحة بعد ما بوشيتهم في سنوات كيما راكم تشوفوا نغطيهم هنا يا هكا بطرشونا ولا صرفيطا كيما راكم تشوفوا ونخليهم يربوزيوا اقل حاجة من يعني من ربعين دقيقة حتى الساعة يعني تخليوها تربوزي هذا السر الثاني بش تنجح معاكم متروحوش مباشرة جسمة بوشيوها وهي يدافية توحو مباشرة تقليوها خليوها تربوزي على الاقل يعني ربعين دقيقة حتى الخمسة واربعين دقيقة واتروحو تقليوها اروحو هنا يا حبيباتي المرحلة للطياب تحول القلية انتحها في مقلات ووضعت فيها كمية مليحة على الزيت اول حاجة تسخنوا مليح الزيت تاعكم من بعد كتجو توضعوا فيها زلابيت تاعكم تردو الحرارة تردوها متوسطة حكا بش طيبنا زلابيت عنا من داخل يعني وتتحمر في غرضها هنا يا نوضع زلابيت عباد طريقة ونخليها حتى تتحمر يعني من كوتي كتشوفوها تحمرت من تحت تزيد وتقلبوها لكوتي واحد اخرى يعني تقعدوا تقلبوا فيها يعني حتى تتحمر من كل الجوانب ما تقويوش للنار انه لو كان تقويوها رايحة يعني التزرب تتحمر لكم من الفوق يعني من داخل تقعدوا لكم خضراء يعني تطيبوها والاعتقلوها على نار تكون متوسطة نبدأ وهنا يا نقلبوها يعني من كل الجوانب حتى تبدين هذك اللون الاحمر يعني اللي يجيء رائع بسم الله ما شاء الله ما تنسوا ليش حبيباتي جان في الفيديو فضلا وليس امرا دعموا لي القناة دعموا لي الفيديو هاتك باش تنتشر يعني الاوسع نطاق وكامل ان شاء الله الناس يستفادوا من هذا الوصفة ترهم بطلوبة جدا يعني بالاخص انه جاي رمضان ان شاء الله كامل يحبوا يديروا مثل هذا الوصفات وعلى شلاله يحضرها في البيت باقل التكاليف يعني بابسط الطرق ويستغنوا على شراءها من المحلات هنا يا حبيباتي مباشرة يعني جسمة نحوها من المقلة مباشرة تحطوها في عسلها هكا تكون بردة ضروري انه العسل التعكم يكون بارد يعني ما ديروش العسل يكون سخون لانه لو كان هي سخونة مباشرة نحطوها في العسل يكون سخون رايحة تتعجن معاكم وما تتحصلوش على هكا القوام المقارميش نخليوها يعني مدة 1-2 دقايق 3 دقايق في العسل التحى حتى تتشربنا حتى للقلب وهاي لكم هنا يا حبيباتي زلبيت البانان تاعي في شكل تحى النهائي في صحة التقديمة جيت رائعة جدا صدقوني قدمنا نشكرها وقليل وصفة فعلا تستحق التجربة نقول لكم من هذا المنظر صدقوني وصفة ناجحة مليار بالمئة سيها يحبيبتي وعلى ضمانتي وصفة رائعة جدا تجيك مقرمشة من برا تجيك طرية من داخل تجيك معسلة ما تجيكش كاملة مع الجناة ما تفتحش معك في المقلع يعني وصفة فعلا تستحق التجربة بتاعكم كذلك تستحق كل الدعم منكم بوضع الجامل الفيديو تخليولي تعليقاتكم المحفزة تخليولي كذلك اشتراك في القناة إذا كنتوا أول مرة زرتوني ومازال عديد من الوصفات الرمضانية الرائعة جدا فقط تكونوا في الموعد لنلقى في وصفات أخرى نقولكم سلام